مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ خلال الثلاثة أيام القادمة انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية أثناء النهار وصيفية لطيفة أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية قادمة من شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة ذات درجات حرارة أقل قليلاً ورطوبة أيضاً أعلى قليلاً وبالتالي يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية أثناء النهار وأثناء الليل هذه الليلة أجواء صيفية لطيفة درجات الحرارة الصغرى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة معدل درجة الحرارة الصغرى في عمان بحدود ما بين 19 إلى 20 نتوقع هذه الليلة أن تصل العظمى الصغرى بحدود 19-20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة الخميس والجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة يعني باختصار بتكون درجة الحرارة العظمى تتراوح في يوم الخميس في عمان وكذلك الجمعة ما بين 28 إلى 30 بتكون أجواء صيفية عادية ودرجات الحرارة الصغرى بتكون بحدود 19 درجة لكن يوم السبت في ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنين وتبقى الأجواء صيفية عادية نهاراً صيفية لطيفة ليلاً أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطب الشمالية إربد 31-20 عجلون 29-17 جرش 32-19 والمفرق 33-19 أجواء صيفية عادية نهاراً صيفية لطيفة ليلاً والمنطقة الوسطى أيضاً البلقاء 30-18 مأدبة 28-20 عمان ما بين 28 إلى 19 درجة والزرقاء 33 إلى 20 البحر الميت أجواء حارة رسبياً إلى حارة 37 إلى 27 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 29 العظمى والصغرى 19 الطفيلة 28 العظمى والصغرى 18 الشراء 26-17 ومعان 34 إلى 22 وخليج العقبة أجواء حارة 39 العظمى والصغرى 27 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء حارة نهاراً لكنها معتدلة ليلاً الأزرق 37-22 الصفاوي 38-22 والرويش 39 إلى 23 درجة مئوية المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميدلابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري